السلام عليكم في هذا الفيديو للسيسي للدروس في مدرسة لعلوم الحياة والأرض في هذا الفيديو نشوفه الوحدة الأولى يسيه لك المادة العضوية وتدفق الطاقة نتركه إلى الفصل الأول التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية على مستوى الخالية إذن في هذا الفيديو نشوفه الفقرة الأولى للكشف عن تفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المادة العضوية من بعد ذلك نشوفه في الفيديو المقبلين مراحل الحزلة غليكوز على مستوى الجيبل الشفافة بنية فوق بنية الميتوكوندري مراحل دورة كريبس على مستوى الميتوكوندري ودور السلسلة التنفسية في التفاصف المؤكسيد وأخيرا نقارنه ما بين الحصيلة الطاقية للتنفس والتخمر ونشوفه مفهوم المردود الطاقي إذن أول حاجة نقوم بها هي تذكير كاملين كنعرفوا أن المنتجون يعني النباتات الخضراء في الحالة كتتسامد طاقية لها من الشمس كتتكون طاقة ضوئية بالإضافة إلى ذلك النباتات الخضراء كتحتاج إلى الماء أملح مادينية وكذلك تنقص الكربون السي أو دو إذن لتقوم بعد ذلك بتركيب المواد العضوية مثل السكريات الدهنيات والبروتيدات هذه المواد العضوية يتم استهلاكها من طرف المستهلكون بحل الإنسان بحل قيطات إكستاع يتم إذن الحصول على طاقة لازمة للحركة الحركة وتركيب وتجديد لأناصر الخلوية هذا الاستهلاك ينتج أنه كذلك سي أو دو ليمكن له أنه يستعمل من طرف المنتجين كيف ما كتلاحظوا إذن نطرحوا واحد السؤال كيف يؤدي هدم المواد العضوية إلى تحويل الطاقة الكاملة بها إلى طاقة قابلة للاستعمال الأفوان خلال الأنشطة الخلوية وإن يتم ذلك على مستوى الخلية إذن هدو أسئلة لنجاوبوليوم في السويد إذن الآن نمر إلى الكشف عن تفاعلات مسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المواد العضوية نسائل إذن بالنص التالي وضيعت كمية من الخلايا الخاميرة وهي فتر مجهاري وحيد الخالية في وسط زرعين يحتوي على الجليكوز وذلك بوجود أو في غياب الأكسيجين يبين الجدول التالي ظروف ونتائج التجربة أول حاجة كنتشوفها هي الصورة بالمجهر الإلكتروني دي الخلايا الخاميرة من بعد نعطيكم الجدول كنلاحظوا بأن أدنى معطايات كنت طلب منكم تقرأوهم بعد أن أوقفت الفيديو إذن بالنسبة للوسط A هناك السهلة الأكسيجين والجليكوز والطرح ثلائي أكسيد كاربون مع H2O يرافق ذلك استخراج كمية طاقية مهمة كما يتبين في الجدول وكذلك إنتاج كتلة الخاميرة اللي هي أكبر وأخيرا طرح حراري اللي هو مهم كنستطرع العناصر المهمة اللي عندي في وسط A ومن بينها المودة المطروحة الظاهرة هذية أنفات كنسميها ظاهرة التنفس لغاستبراسيون والمعادلة الكيميائية وراء التنفس هي غليكوز زائد أكسيجين تعطيني CO2 زائد H2O زائد طاقة زائد حرارة آخر حاجة كيبقى هي هي الموازنة دي المعادلة الكيميائية ديالي دونك 6 أكسيجين 6 CO2 زائد 6 H2O وهذه هي ظاهرة التنفس إذن بالنسبة للوسط الثاني اللي هو الوسط B شكو قالينا في غياب الأكسيجين هناك السهلك للغليكوز وكذلك الطرح الميثانول يعني كوحول إيتلي وطرح ثناء أكسيلكاربون كما أن الطاقة المستخرجة كتكون أضعف وأقل من اللولة وإنتاج كتلة اللي هو أقل كذلك من الخاميرة وطرح حراري ضعيف كنستر مرة أخرى على عناصر اللي عندي مهمة بالنسبة للوسط باء من بينها الموض المطروحة وتنكسب معادلة كيميائية ديالي غليكوز كنحل تعطيني CH3CH2OH زائد CO2 زائد طاقة إذن قبل من دي الموازنة دي المعادلة ديالي كنسميها الظاهرة الظاهرة كنسميها التخمر الكحولي طفير المونتاسيون الكوليك الآن كنقوم بالموازنة دي المعادلة كنكتب طبيعة الحال هنا جوج دي CH3CH2OH إذن هذه المعادلة كيميائية وراء التخمر الكحولي الآن شوفونا التخمر لباني عند البكتيريات المسؤولة عن تغثور بروتينات الحليب وعلى مستوى الخلية العضلية في حالة عدم كفاية الأكسيجين يتم استخراج الطاقة من الغليكوز عن طريق نوع آخر من تخمر يسمى تخمر لباني في المونتاسون لكتيك حيث يتحول الغليكوز إلى حمض لباني 6CH2OH مع عدم طرحي ثنائي أكسيد الكربون إذن شنو كندير شوفوا الوثيقة ديالية كنت لاحظوا فيها أن في تخمر لباني الغليكوز يتحول إلى حمض لباني وكنتضرب على الثنائي أكسيد العربون حيث ما كينش إذن تخمر لباني المعادلة الكيميائية اللي وراءه نوك عندناك غليكوز كيتحول لايش الحمض لباني CH3CH2OH COH زائد طبيعة الحال الطاقة حيث ما كينشي حاجة أخرى مغراجي الآن سوف نقوم بموازنة وكنتضربوا في جوج الحمض لباني ديالنا بش نحصلوا على معادلة كيميائية اللي يمتوازنا إذن أخيرا في الفقران نشوفوا موقع تفاعلات التنفس والتخمر كنعطيكم في هذه الوثيقة ملاحظة بالمجهر الإلكتروني لخلايا خميرة مزروعة في وسط حي هوائي يعني تحتوي الأكسيجين وفي وسط حي لا هوائي لا يحتوي على الأكسيجين إذن كنلاحظو مجموعة من الأشياء في الوسط الحي هوائي يعني الوسط اللي فيه الأكسيجين كنلاحظو وجود عضيات تدعى بالميتوكندريات اللي كان بينها باللازر ديالي إذن هذه الميتوكندريات هذه كنلاحظو أن عددها يكون كثير في هذه الحالة وهذه الميتوكندريات تسبح في الجبيلة الشفافة بالنسبة للحالة الثانية الخاميرا كانت توجد في وسط حيلة هوائي بدون أكسيجين كنلاحظوا بأن في هذه الحالة لا يوجد أثر للميتوكندريات على الإطلاق إذن خلاصة بالنسبة للفقرة هذه تنقول بأن نستنتج أن التنفس يرتبط بوجود الميتوكندريات بينما التخمر ليس له علاقة بهذه العضيات كانت مني أنكم استفتتم من هذا الفيديو الأولى في أمل أن نلتقي في مناسبات مقبلة